السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة اجيال اندلس النهاردة الخبر الرياضي حاجة جميلة اوي الكاف بيقول ايه لم نترجع بعد عن قرارنا بخصوص رئيس الزمالك خلي بالكم في الموضوع ده صرح رايموند هاك رئيس لاجنز انضباط بالاتحاد لفريق الكورت القدم كاف بانه لا لم يتم التراجع من جنوب مخصوص قرار ايقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عام مردد منصور موضحا ان الامر حاليا ينظر من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاف خلي بالكم احمد شوبر كتب قال ايه بقى دناب رئيس الاتحاد المصر كورت القدم قالك ان كاف قبل التماس رئيس الزمالك بشأن رفع الاقاف عنه وبالتالي سيحق له حضور النهائي الكنفدرالية بين الزمالك ومين ونهضة بركان المغرب وقال هكفي تصريحاته ليلا قورة بخصوص ما اسيره عن رفع الاقاف هنوقع على رئيس الزمالك هذا الامر غير متعلق بنا في الوقت الحالي وتابع قالك ايه قرار القفى يا جماعة ضد رئيس الزمالك صدرة من جانبنا لكنه في الوقت الحالي ينظر من جانب المحكمة الرياضية يعني الموقف ده كله في ايد المحكمة الرياضية خلاص الكاف شال ايده من الليلة دي كلها ولا يمكن ان نعلق على هذا الامر حاليا مناش دعوه يبقى الموضوع ده كله يا جماعة في إيد من المحكمة الرياضية والاتحاد للأفريقيا أصدر قرار بإيقاف رئيس الزمالك في سبتمبر الماضي لأننا كنتنا عارفين لأننا نتجاوزها في حق مسئولية خلي بالك من الحياة تري وهو ما السرع منه يمنعه خالص على المرسط أي نشاط تضع لك بكرة القرن هنعرف المخصر منصور طبعا ما حدش بوقفه ما تعرفش إيه السبب وردنا على السؤال بشأن الشكوى التي سبق أن قدمها الأهلي بشأن حضور رئيس الزمالك اجتماعا في اتحاد القرى رغم إيقافه قال لك هذه الشكوى لم تصل إلينا من الشؤون القانوني يا سلامة أخرت لوحدة ربما تكون قد رفضت لكن لم تنضم ما تخرش أي جلوة للأعمال والزمالك بيلعب لقاء العودة بنهاي الكونفيدرالية الأفريقية يوم 26 مايو 26 مايو ما عادش وقت على الكلام دهانت 26 مايو خلاص كلها 12 يوم على الثالي الجيش ببرج العرب وتأهل الزمالك طبعا إلى نهاية الكونفيدرالية ربنا معاه بعد التفوق على النجم السيحلي بنتيجة 1-0 في مجموع مبارتي الزهاب والعود ليواجه نهضة البركان المغربي يا رب دايما الزمالك في التفوق أي أن كان أهلاوي زمالكاوي كلهم مصريين هنتظر كل جديد عندنا في قناتنا قناة أجيان اندلس حتى نصل بكم إلى كل جديد يبقى لغاية الوقت موضوع مرتل منصور مش في إيدي الكاف في إيدي المحكمة الرياضية كاف كل جديد عندنا في القناة وكل أكيد انتظرونا في كل جديد وأكيد في قناتكم قناة أجيان الأندلس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك اشترك في القناة